أهلا بكم شهدت عدة مدن إيرانية احتجاجات ليلة أمس للليلة السابعة على التوالي خلفت وراءها قتلى وجرحة وبحسب ما أفاد الإعلام الإيراني المستقل فإن عدد القتلى في صفوف المتظاهرين وصل إلى ستة أشخاص على الأقل قتلوا برصاص قوات الأمن فيما شهدت الليلة السابعة من الاحتجاجات انضمام مدن جديدة مدينتا مسجل سليمان وندسفول ومحافظتين أخريين على الأقل هما أصفهان وابو شهر وتستمر هذه التظاهرات في الشوارع الإيرانية ضد شح المياه والتمييز وتجفيف الأنهار في تصريحات اليمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني قال شمخاني إن مشكلة الجحافي في خوزستان واقع لا يمكن إنكاره مضيفا إنه لا بد من بذل جهود المضاعفة للتوصل إلى قرارات استراتيجية بشأن خوزستان بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية التصريح الذي يعد بمثابة اعتراف النظام الإيراني بأزمة الجفاف تسببت باحتجاجات تدخل يومها الثامن الأمر الذي دفع النظام الإيراني بالتضييق على المتظاهرين من خلال قطع الإنترنت واستضامين بين قوات الأمن والمتظاهرين ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحة بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية ومستقلة نبقى إيرانيا ومع انتشار التوتر على الشارع الإيراني المتصاعد منذ الأيام الأولى من شهر يوليو الجاري كشفت صحيفة التلغراف البريطانية أن طهران تعاني من أسوأ انقطاع للكهرباء منذ الحرب مع العراق وضافت الصحيفة أن الاستياء الشعبي تزايد في البلاد بعد انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا الشهر الماضي حيث تعالت الهتفات في طهران مطلع يوليو الجاري من على شرفات المنازل ضد المرشد الأعلى علي خامنائي هذا احتجاجا على انقطاع الكهرباء المتكرر هذا بالتزام أيضا مع ارتفاع درجات الحرارة في ذروة الصيف من جهتهم ألقى المسؤولون اللوم في انقطاع الكهرباء المستمر على زيادة الطلب على الكهرباء إلى جانب نقص الأمطار مما خفض إنتاجها من مساقط المياه من جهتي أعلنت دارة بايدن أنها تدعم حقوق الإيرانيين في التجمع السلمي والتعبير عن أنفسهم حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن المسؤولين يتابعون عن قرب تقارير الاحتجاجات في محافظة خوزستان الإيرانية بما في ذلك التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين هذا وقد أدان أعضاء في الكونغرس الحكومة الإيرانية لرد فعلها العنيف على المتظاهرين وعبر عدد منهم عن دعمهم للمتظاهرين يأتي هذا وسط توتر ديبلوماسي بين البلدين إثرى مفاوضات فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني التي لم يتوصل الأطراف خلالها إلى حل بعد ست جولات